اشتركوا في القناة امين سر اللجنة العليا للمواي تاي في سوريا والملاكمة التيلندية في سوريا ومش في القرية الرياضية وأكيد مع أبطال رياضة المواي تاي في العيونك يا شام سالي الراعي وكينان الراعي صباح الخير يا كينان شعرت هناك صباح الخير صباح كوتش صباح الخير سالي أهلا وسهلا فيكن ما في أحلى من هذا الصباح اليوم مصدفين اثنين مثل الأمر وكوتش ممكن كل اهتمامه على الفريق تبعه كوتش قبلنا نحكي عن المدينة الرياضية أو القرية الرياضية رح نحكي أكتر مع حضرتك اليوم عن مشاركتكم بالمهرجان القرية الرياضية كان نجاز كثير حلو نحن سبق وفتنا بالمجال هذا من السن الماضي بشام تجمانة السن الماضي عملوا حيز صغير اسمه القرية الرياضية بشرنا في السن الماضي عمل إقبال هائل كثير كنت شارك فيها مدار الشهر كامل قد نزل نزل اللاعبين تبعا النادي تبعا ينزلوا تحت اللاقة رائجة كثير حلو وخاصا أنه ضمن الحديقة فكان كثير رائع السنة هاي جدد نشاط مرة ثانية ودعوني علي لكفي نشاط فيه بالقرية الرياضية بالفعل الإنجاز كثير حلو ورائع بالقرية الرياضية وكنا مبارح كنا كان بالافتتاح مبارح كنا أول يوم جبنا 150 لاعب شاركنا بالقرية الرياضية وعملنا نشاطات رياضية وعروض رياضية كثير حلوة وحتى الأهالي كانوا نزلو ما لا يتفرجوا مع اللاعبين كان كثير شيء حلو شيء رائع لأنه ضمن مجال الأشجار الطبيعة كذا كانوا مثل التمرين خارج نطاق النادي عملناه ضمن جو الحديقة نعم بالقرية الحلو الله يعطيكم العافية يمكن الحدث الرياضي الجديد لنحنا منفتخر بكل شيء يعنى بالرياضة نصنع الرياضة هي حياة رحنا ننتقل لكينان وسالي حنبدأ معك كينان كيفك؟ نعم شو أخبارك؟ تمام كيف ملائي المواي تاي تمام؟ تمام أخدتوا الميدالية الذهبية حكي لنا شوي كيف شاركت وشو بتحبي هيدا الرياضة؟ بحب انو أقولها مارسها دائما ودائما متوقعهم علي لي شواء صوتك؟ علي صوتك ودائما روح المتوقع بتحب تكون بطل؟ ايه حلو كمان بدنا نسأل سالي سالي اليوم نسمع نحنا ومنعرف قدي البنات يمكن بيحبوا يلعبوا متل ما بيقولوا دائما ألعاب البنات بيحبوا يمكن يكون في رفقاتهم بنات يروحوا بشوير مع الأم هذه التفاصيل اللي نحك لعياتنا بنعرفها بس سالي البنوتة اليوم عم بتفوت بهذا العالم وبدأ ممكن تتسبق كل رفقاتها ليه حترتي هاي الرياضة؟ يعني هي مندافع فيها عن حالنا إذا واحد ضربنا أو هيك هم قدي تدربتي سالي كيف لقيت اليوم وجودك بين هذول الصبيان وإن كان في حتى بنات من عمرك بنات بيشبهوك بهي الهواية؟ لما كنت صغيري كنت أدربة ومن بعد تبرم مثل أخواتي عادي هاي مابسو تدربوا بعض بس بالتمرين بس بالتمرين يمكن فرح يمكن الرياضة بتختلف من نوعها ولكن حسب كل حدا شو رغبته بأنه أتمع بيكون صغير كوتش إياد أكيد كان في هدف من المشاركة السنة بالشام بتجمعنا يمكن بعد الانتصارات يمكن بعد ما انفرجت على سوريا أكيد بفضل تضحيات أبطالنا بالجيش العربي السوري بفضل دماغ شهداء نحنا وصلنا اليوم لبر الأمان نحنا بالأمان صرنا مثل ما بيقولوا نحكي عن أهمية المشاركة مشاركتنا حلوة بعد انتصارنا وانتصار الجيش العربي السوري وانتشار القائد بشار الأسد على المجموعات الإرهابية التكثيرية فنحنا نعبر بمشاركتنا هون ضمن مجال القرية الضيئة والمجالات الثانية لنصر جيشنا العربي السوري وانفرجت على سوريا والحمد لله رجالنا وضعمت المكان وانشاء الله وعم نفرج للرياضيين وغير الرياضيين انو الحمد لله سوريا بألف خير وسلامة وامورها كتير جيدة ورائعة مشاركتكم تحديدا السنة ضمن رقم ما نقليل أكتر من 200 لعب يمكن من 6 محافظات خلينا نعرف من حضرتك تفاصيل أكتر كيف كانت المشاركة 200 لعب كيف تم تنظيمهم السنة تحديدا كانت أضخم مشاركة بالنسبة للسنوات السابقة حتى قبل الأزمة في نهول السنة كانت ضخمة كتير شو السبب؟ السبب أنه بعد هالأزمة كانت على مكبوتة شوي بعدما انفرجت الحمد لله على سوريا وانت صار جيش العربي السوري لاقت الرياضة رائج كثير وعلم بدت انطفت انتقل لمرحلة أخرى اتنشط فيها وتحرك حليكي أكثر فكانت هاي البطولة هي بطولة العيونك يا شام بطولة عمستوى دمشق فنحلي كانت دعوة لكافة المحافظات المشاركة فيها وسعنا نطاق الدعوة السنة الماضية كانت فقط لدمشق كانت محصورة بس لأنديد دمشق السنة هاي وفتحناها لكل المحافظات وعملنا دعوات لكل المحافظات جاءنا 6 محافظات الحمد لله وجاءنا أنديد دمشق واثنين هيئات الثاني عندنا كان هيئة منهم من الشام إضافة لأنديد دمشق كلها فكان فوق الميتين لاعب بغيرنا ثلاثة يام عم نعمل بطولة فواصف لحتى نهينا البطولة والحمد لله كانت أطبال كثير رائع أكيد بعض صعب وجهد أكيد بده يكون متكلة لكن شاء الله دائما الحمد لله بيئة توفيقة والنجاح أكيد يمكن تحت الهواء كنا نحكي أنه كنا نسالي مو بس بيلعبوا رياضة وعنده نشاطات تانية من يحب يحكي عنه شاطاته أول سالي وإثنان أنا سالي أنا موزف على الكيتار ويستغل حتاب ذهني أه أنت شاطرة بالحتاب الذهني أنا وأخوة أه كمان أه أفضل يعني سالي في مشاركة كل هواياتك أنت وكينان بتحبي هذا الشي أنه يكون جزء من هواياتك وبتدرب وسواب تطلع أنا هو بساعدني مثلا بشغلي إذا ما بعرفه وأنا بساعده بشغلي إذا هو ما بعرفه بطير حلو كينان شو هواياتك كمان خبرنا حكي لنا بنسمع صوتك الحلو ��터 العود لك العود ليما صAFت القيتار مثل الثالي الثالي ووالعود رجالي نحن لا شائع من هذا لا تحدث me ش VERY أكيد الله يحمينا يا رب نحناitty نستخر بأبطال سوريا وبأطفال سوريا الذينаровاء نبي ��х خبرنا شوية التحضيرات كيف تحضرتوا قبل ما نحنا نبلش بالمهرجان كيف كانت التحضيرات كيف كان الحماس ونحكي شوية عنهم طبعا نحن نصلنا فترة من نخبر الأطفال والأهالي أنه في عنا شيء معرض شام تجمعنا وعمل نجهز لينشي بحيث نتكلل أن الجميع يطلع يشارك بالمهرجان بالفعل لقى أقبال كثير هائل من الأهالي حتى يعني قسم من الأطفال ما فين يجبتون الضخامة العدد حتى نشارك بالمهرجان فالحمد لله كان كثير أقبال هائل وكان عدد بخم شوي نعم خلينا نحكي مع كينان شوي كينان من أي صف أنت؟ أول شيء صف أنت؟ نجحت على الثالث هل أنت بلشت تحذر فعود؟ تحكي لنا شوي ليس سنة سنة واحدة؟ كيف تحب أغاني أنت؟ شو بتسمع أول شيء؟ ولا بتعذر بلا ما تسمع أغاني؟ بل تعذر والمواتي أنت تدربتها؟ هل أنت بلشت فيها؟ أنا ثلاث سنين ثلاث سنين؟ طيب كنت شعني هذا العمر ثلاث سنين بتشوف أنه فعلا العمر مناسب إنه نحنا نبدأ فيه بالرياضات هو عمر تسسين زميل شوي تماما كانوا كيناد أبني خوت ماء على التمرين قبل تفرد يدعب له خمس دقايق دباح شوي يعني مو تمرين جدي بما تعني الكلمة يعني بس طفل صغير مجرد ما عم يشوف عم يتعلم نعم لكن العلمه في الصغر كالنقشة الحجاب بالفعل طفل عندما يشوف يتعلم مضبوط فهو صار عمره أربع سنين أو خمس سدير وعم يتفرج بس يعني تمرينه خفيف كان جدا بس نزرعت بعقله بتفكيله في ألبه هو ممكن صار عنده حب انه يتعلم نعم مجرد ما كبر شوي صار يلتزم بالتمرين وما عديتهم بالتمرين عنده يومين عنده تمرين حلو وما بيغيب عن التمرين يوميا كوتش عم نشوف هاي الأعمار الصغيرة إن كان سالي أو كينان ما هي الأعمار التي شاركت في المهرجان؟ ما هي الأعمار التي ضمتها؟ هل كلهم أعمار صغيرة أو كيف؟ لا أغلبتهم أعمار صغيرة هي مسمية الشبال يعني أغلبتهم أعمار صغيرة أنا جبت شباب وجبت رجال وجبت أشبال لكن أكثر شيء للصغار لأنه هي فرحة للأطفال أكثر من الكبار مستواهن كيف كان؟ مستواهن 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 جيد كان رائع حلو يمكن سالي و كينان بيلعبوا بالبيت مواتل لا لا أبدا لا أبدا لا أبدا لا أبدا أريد من البيت أه بالبيت لا يوجد شيء أكيد دائما مثل ما حكيت كوتش أن الطفل يلقط وليس فقط يلقط صبي دائما يتجه ويحب أبوه فهيحب يشارك دائما باللي بحب أبوه لكن سالي حالي استثنائية أنه كمان دخلت مع أبوه بالمجال الرياضي في مشاركات لنا كون هي رياضة هيك شوية خلينا نقول لنا عديد أنا أول مرة بسمع فيها وكثير من المشاهدين يمكن هلا أتعرفوا عليها من خلال شاشة الإخبارية السورية في لنا مشاركات تانية في لنا نحكي عن رياض المويتاي شوية خلينا نحكي عنها أكثر ياري رياض المويتاي رياضة عريقة وقديمة كثير وهي معروفة للرياضيين فقط بجوز الوسط الثاني أكيد أكيد فاتت عشوريا وصلت لفترة مليحة في سوريا لكن لم تنتشت ومع معاق تتحاد ثاني تفوت الألعاب تحت للأتحادات الآن نفصلنا في سوريا كاملين منفصلين على الاتحاد ثاني سلقنا لجنة عليا للمويتاي مستقلة فعندما تنتشر اللعبة بشكل أكبر اللعبة كثير حلوة وهوية اللعبة يعني فيها المميزة على الألعاب الثانية إنه فيها قوة أكثر تعتمد على اللكم وضربات بالكوة وضربات بالركب وضربات بالركلات وإضافة إلى موضوع الكلينش إنه هو المسك لا تسمعوا أن تفكروا اللعبة قوية وكثيرة جدا لا لعبة كثير ثلثة لأنه إلى واقيات نحن عندنا هون نتدربها بالوطن العريبي بشكل عام نلعب اللعبة اسمها هيوات مو محترفين فالهيوات لهوا الواقيات يتبسها واقية الرأس واقية كوعة واقية القصبات فهي بتحد من الخطورة للعبة كثير فبتصير الأبي كثير رائع وحلوي وفي العام تلاقي إغبالي كثير حلوة بالنسبة للأطفال والشباب والرجال والناشئين بدي اسأل كينان عم يزورني كينان كينان بس تكبر تكمل بالموسيقى دراسة أو بهاي الرياضة شو بتحب إلي الموتاعد بس؟ بس رياضة وخاصة بها أبو وسعلي أنا لحفوض فيه كله كلهن تلاقي بتلاحق يوم إن شاء الله يعني سالي ما في أحلام إنه يكون الطفل متعدد المواهب يكون عنده أمل دائما إنه هو قادر يبدأ بكل المجالات كينان مشراني نحن بعد الحلقة رحنا قعدوا نحكي أنا ويال بدي أرجع للكو تشلق ونحكي بعيدا شوي عن تفاصيل المسابقة القرية الرياضية كيف شفتوها؟ وشو بتفرق اليوم القرية الرياضية؟ قد بتختلف؟ طبعا هي تختلف عن السن الماضي أكيد تماما السن الماضي كانت بدايات وكان إنجاز رائع السن الماضي حلو يعني العكس بعد أزمة طويلة لقد تنفس العالم كير رائع خاصة ضمن مجال هذه التشرين أحسن تكون ضمن قطع تجاري أو كذا بس السن الماضي مبارح أنا لقيت أقبالك أكبر من السن الماضي ما شاء الله السنائي مبارح كان هائل كثير يعني دلليل أن العالم ناطرطة ليصير افتتاح شام تجمانة الذي يرجعوا مرة تاني يقبلوا على المهرجان الحلو هذا مبارح كان فيه إقبال هائل مبارح ما شاء الله مبارح وكنا نحنا ضمن مجالة القرياضية كان كمان كان عندي عدة ابنية كان فيه جمهور حلو عم يتفرج على الأوروض الرياضية اللي كنا مشارك فيه نحنا الحمد لله نعم هذا الحديث جدا بيخلي القلب هيك يفرح نطرنا كثير لو وصلنا لهون تعذبنا لو وصلنا وأكيد نحنا كسوريين أثبتنا الإرادة والصمود والدليل أنه وصلنا للشي اللي بنا يعني هو برء الأمان أكيد بنرجع بيقول من تضحيات أبطال الجيش العالمي السوري أكيد ما بتتوقف نشاطاتنا لا الثقافية ولا أيضا الرياضية طول فترة الحلو يمكن كان فيه تمرينات ولكن هلأ نحنا وصلنا لنقدم الشي شو بتنا نقدم لا الأيام القادمة نحن موقفنا غيظة نهائيا نعم وعمل نمارس بشكل دائم والحمد لله عم نتخدم بشكل دائم نحن من فترة طالعام لعبنا بطولة النخبة النخبة العربية بتونس كنا مشاركين فترة وعمل نتدرب إن شاء الله لأدام في بطولات عربية وبطولات عالمية بدنا نشارك فيها نحن مستوريات ضدنا نحن بحكي فيها وبهمة الأبطال أبطالنا وأبطال السوريين جميعا إن شاء الله نحقق انتصارات رياضية ونرفع فيها عالم سوريا بالدول العربية والدول العالمية إن شاء الله يا رب بدي أرجع لكينان وساليب ميداليات بطير حلوة مع القناة بيرقبتكم بلشنا عند كينان كينان ورجيني خلينا نستعرض شوي ميداليات وحكي لنا عنهم حكي لنا عنهم هذه بطولة عيونة عشام في السنة الماضية على وزن 21 حلو ورجينا كمان كينان وبطولة الشرطة بالأبتاون على وزن 21 كمان وهي السنة بالفايحاء كمان على وزن 24 وأخذ الدهار ماذا هالبطال ماذا هالبطال إن شاء الله منشوفك بأعلى المراتب وبأوزان أكتر وميداليات أكتر يا كينان يلا استعلي استعلي هاي بطولة العيونكي عشان الثاني الماضي على وزن 27 حالو وهاي كمان بطولة العيونكي عشان الثاني هاي على وزن 21 وبطولة الشرطة المفتوحة كان بالأبتاون على وزن 21 برافو بدنا أول شي نحييكم ومبروك الميداليات وأكيد موفقين كوتش إياد بدنا نقول الله يحميكم الله يحمي أطفال سوريا وأبطال سوريا أكيد وشكرا كتير لوجودكم معنا أنا وورتونا اليوم وأهلا وزهلا فيكم الله يسلمك ويحمي الجميع إن شاء الله أطفالا شبابا ورجالا أهلا وزهلا ويحمي الجيش العربي السوري شكرا لك كوتش شكرا لكينان شكرا لسالي شكرا للأم اللي واقفة بالكواليس ممكن هي كمان حملة جزء واحبة كبيرة وهي سبب من أسباب هذا النجاح شكرا لك شكرا لك شكرا لك كوتش